أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الاعتداء الإسرائيلي على قطع غزة هو الأشد انتهاكاً للقانون الدولي الإنسانية كلمة أبو الغيط جاءت خلال افتتاح أعمال دورة الرابعة عشر بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي جاءت تحت عنوان دعم الاقتصاد الفلسطيني نقترب اليوم من مرور عام على بداية الاعتداء الإسرائيلي على فلسطين هذا الاعتداء لم يكن الأول من نوعه لكنه بالتأكيد الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخاً عن القانون والأخلاق والإنسانية لقد تابعنا جميعاً بشاعاته وجرائمه كما نرصد بقلق شديد محاولات إسرائيل المستمرة في توسيع دائرة الصراع إلى دول الجوار تحت زرائع وحجج صارت أبعادها الداخلية والحسابات السياسية الشخصية التي تحركها مكشوفة للجميع وليس خافياً ما يترتب على ذلك من مخاطر حقيقية باندلاع حرب إقليمية ستكون بلا شك ذات عواقب وخيمة إن حدست على المنطقة والعالم وأجمع وستكون وطأطها شديدة على الشعوب الساعية إلى التنمية والتقدم إذ ستعيد هذه المنطقة سنوات إلى الوراء وحدث هذا كله في ظل عجز دولي عن إيقاف المعتدية بل ومنحه في بعض الأحيان مظلة أمان المضي قدماً في ممارسة الفظائع بغير عقاب أو حساب تمر منطقتنا العربية بتوترات جيوسياسية مستمرة لسيم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة وهما يفرض علينا المزيد من الجهود لتعزيز التقارب والتلاحم ودعم التنسيق العمل العربي المشترك في جانبه الاقتصادي والاجتماعي ليضيف بعداً جديداً في مواجهة تلك التحديات وتحولها لأفرص حقيقية تدعم مستقبل الاقتصادات المتقى